وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 105 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبطه 42 طولنا وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبطه 62 طولنا وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبطه 726 قضية من بينها 203 قضايا خبز ناقص الوزن و204 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط ثلاث قضايا بمضبوطات بلغت 20 طن أقماح محلية